بالملعب الكبير بمراكش تم تنظيم أيام مفتوحة لفائدة الأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى أكاديمية فريق فالانسيا الإسباني لكرة القدم وقد تم اختيار مدينة مراكش من قبل إدارة الفريق الإسباني لإنشاء أول أكاديمية لها في القارة الإفريقية من أجل العمل على اكتشاف وتكوين الشباب المتراوحة أعمارهم بين خمسة وثمانية عشر سنة على مستوى جهة مراكش أسفي وفق الأنظمة والبرامج الرياضية الحديثة اليوم جبنا فالانسا وحد صديق ديالي اللي هو إسباني للمغرب لكي ندروا أكاديمية لتكون المستوى المطلوب للمغاربة والأكاديمية ديال فالانس معروفة في أوروبا هي الثالثة تقريبا في أوروبا ودرنا إن كونفيرونس دو بريس لاندي ديغني ولقينا إقبال كبير على هذه الأكاديمية واليوم درنا أبوا مفتوحة وجاءوا شبابوا من جميع الأعمار وكانت منهم الله الأمور دوز بخير والأخير وقد أسندت الإدارة التقنية لهذه الأكاديمية لسيد إنزو الياجا كمدرب مرخص له من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاحترافية الذي اشتغل بأكاديمية النادي في إسبانيا لأزيد من عشر سنوات ومن المنتظر أن تخلق أكاديمية فالانسيا مدارس كوراوية بمدن أخرى في المغرب تتقدمها الدار البيضاء وأسفي ترجمة نانسي قنقر